السلام عليكم ومرحبا بنجمة تيفي عندنا اليوم كما تحدثنا بعد قليل أخوهيب فكيفما تتشوفوا مجموعة فهي مجموعة شابة ولله الحمد منذ التحاق بالفريق هذه عشرة دي الأيام تقريبا المباراة دي اللي حضرت لها دي البجاد اللي نهزمنا فيها والمباراة دي اللي تيزني تخدمت داك الأسبوع مع الولاد فإكرهات الكيمين وهو أنه كنشوفوا أنه كن فريق شاب ولكن كنقصوش ويدي الخبرة وكنقصوش ويدي العمل مع العلم أن الفريق هدي شهر ونص قبل الكمبيتسيون هو بادي فإذا بيا كنتفاجأ المستوى اللي لقيت عليه اللاعبين فهو كل صراحة ما تلقش الفريق نادي الاتفاق بحكم احنا شفنا نادي الاتفاق في الموسم الماضي كيفاش كان والعناصر اللي كان كي يعني التركيبة البشرية اللي كان كي توفر عليا فاااااااااااااا стро Denver كان عمال كي ينتظرنا اخت شوية دي الصبر وكما قلت يا أخواهي باااااااااااااى الاهداف اللي اللي رسمينا مع المكتب الموسير فشخص آااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا school Fleet, Stephen, awwp,, g.S, و السؤال اللي كان طرحوا هنا هو كيفاش كانت مرحلة ديال شهر و نصف و ما اكتر و لاعبين في هذا المستوى البدني يعني ما زال ما وصلوش لذلك ال انك ما كتشوفوه ما زال تنخدموه بحل يالله بدينا احنا يذلك ال ديكالا بربارسيون فيزيك لانا لاعبين ما تقدرواش يكبلوا تسعين دقيقة و ما كنينش لاعبين ديال الخبرة يعني الى ستنين لاعب او لاعبين هم اللي لاعبين في القسم الوطني التاني كيفاش هاد الطاقم اللي كان ما مقدرش انه يرمم الصفوف و انا مثل لوموش نظرا العدد ديال اكرهات بوتاتر سيولة المالية او اختيارات اه كان احتارمها ولكن اي اطار يجيب هاد الظروف هدي فلازم انه غدي عقب على هاد النقاط اللي تحددت عليها و احنا من هاد المنبر انا بغين نقول بانه فريق اكتفاق المراكوشي خصوصا في هاد الانوين هدي تنتظروا عمل كبير و تنتظروا شوية ديال الوقت و تقصو ضروري انتدابات هاد السنة لاعبين على الصعود ولا او لا تلعبوا ولا الومانتيا ولا حكم هاد الظروف هذي اللي اشتناه والشي هاد اللي احكيتي يعني حفاظ على البقاء القسم الوطني التاني هاد شي اللي فهمت احنا ما نكدبش عليكم كدب على الجمهور اللي تيتابع فريق الاتفاق المراكوشي لو لو كان جواد بونابات التحق الفريق فترة ديال استعدادات كنا غادي نديروا انتدابات اولا من التيراز العالي باش نظهروا بالشكل اللي خسنا نكونوا به اما باش ما نكدبش عليكم كدب على المتتبع المراكوشي خصوصا المتتبع ديالنا دي اتفاق المراكوشي فالتركيبة البشرية كيما قلت لكم وحكيت لكم فحنا غا نلعبو الحضور ديالنا بطبيعة الحال وغادي نشتغلو بالنسبه تحددت لي على الصعود فانقدر نقولو انه من سابع المستحيلات بها تركيبة البشرية قدر تحقق الصعود باش نكون معك واضح وما غا نقولوشيك مغا نلعبو باش نديرو لاما تيانه انا غا نلعبو الحضور ديالنا البطولة يالله بدات عندنا انتصار و جوجدين لهذا ايم كنستقبلو هاد الاسبوع سيدي بالنور في الملعب ديالنا نحن نخدمه على الجانب البدني ونحن بدنا نخدم شوية دي الخدمة اللي ما دارتش كل صراحة اللي ما دارتش تنتمنى أنني نتوفق نتوفقهم صحيح ما يمكنهم صحيحهم ونحطوا الفرق في المصار الصحيح نجمة ذي قريبة منكم مضوية في عيونكم